لكن عايزين نروح للأمور الفنية لأن احنا لما رحنا الحلقة اللي فاتت وجبنا مقارنة بين منتخب كوتيفور ومنتخب مصر يعني كان عندنا حالة واحدة اللي فاتت فوق فتعالوا بقى نقول ايه اللي حصل في المباراة ونفس الأرقام ونفس المقارنة اللي اتعاملت لكن لما الفريقين وجهوا بعض ايه عدد التمريرات ايه اللي حصل وصلنا ازاي فعاليتنا كانت ايه على المرمى نسبة استحوازنا ممكن نستعرض الأرقام معانا عشان برضو ايه يعني الناس تتفائل ان عشان لما نعرض بعد كده أرقام مصر والمغرب نبقى فاهمين ان الدنيا برضو ممكن تروح لحيات تفائل شوي انا بتاع التفائل ها دي طبعا تمريرات منتخب مصر ومنتخب كوتيفور في المنبراء اللي جامعت الفريقين التمريرات فيها تفوق لكوتيفور ودقة التمريرات تساوي 82% بين المنتخبين يعني منتخب مصر 490 تمريرة لكن منتخب كوتيفور 605 تمريرة لكن لما كنا بنتكلم عن امتلاك القرى في نصف الملعب الخصم كانت أرقام منتخب مصر للمباراة الوحدة أقل من 59 ده رقم سعد شوية وبعينة متواجدين في نصف ملعب الخصم منتخب طبعا كوتيفور كان عنده امتلاك في نصف ملعب الخصم بشكل أكبر وصل 74 مرة لكن فعاليتنا في التلت الأخير من الملعب أو امتلاكنا للكرة في التلت الأخير من الملعب كانت في دور المجموات أقل بكتير من 64% كانت حوالي 59% فحصل هنا مع قوة المنافس كمان أنت أصبحت خصم قوي وقادر تصل للتلت الأخير وتمتلك القرى في التلت الأخير اللي هو منافس يعني لو قلنا هو وناجيريا هم الأقوى في المواجهات اللي حصلت في الأربع موريات ومنتخب كوتيفور كان 66% امتلاكه القرى في السلس الأخير لكن تعالوا لامتلاك القرى في منطقة جزاء المنافس احنا ارتفعنا من 23% في دور المجموات لـ 30% 18 مرة قدرنا نمتلك القرى في منطقة جزاء المنافس مقابل 15 فقط لغير لمنتخب كوتيفور اللي كان قبل ما نلعب المباراة دي مقارنة بينه وبين منتخب مصر كان بيوصل بفعالية أكبر ولكن 20% فقط لغير من وجوده في وسط ملعب منتخب مصر كان داخل 18% 20% لكن منتخب مصر 30% من التفعالات ده أدى لإيه؟ ده أدى طبعا للصورة اللي بعدها أن الفرص طبيعة الحال لمنتخب مصر كانت أوفر وأكثر وده طبعا على عكس دور المجموعات 9 فرص لمصر و4 فقط لكوتيفور أن التزديدات كانت لصالح منتخب مصر 20 مقابل 13 أن التزديدات على المرمى وهي دي اللي كانت محتاجة دقة أكتر أنت 6 فقط لغير من 20 تزديدات كانت أون تارجت يعني 30% على عكس منتخب كوتيفور 8 من 13 يعني نسبة أو دقة تزديدات أون تارجت 62% وبالتالي كان الأهداف المتوقعة لازم تروح لكوتيفور 51 مقابل 1-42 لمنتخب مصر المقارنة دي لو كنا وإحنا بنشوف مقارنة دور المجموعات دور المجموعات لمنتخب مصر ومنتخب كوتيفور ما كناش نتوقع أن نصل للمقارنة دي ويمكن كنا بنقول إحنا عايزين نتفوق في حاجة ونلعب على المرتدات لا أن أنت تكون تزديداتك أكتر أن أنت يكون عندك فعالية أكتر في منطقة جزاء المنافس أن أنت فقط تفتقد لفكرة دقة التزديد هي دي اللي أنت كنت محتاجة لكن في نهاية قدرت تصل لرقلات الترجيح وقدرت تفوز برقلات الترجيح ما كنتش موافق في أكتر من فرصة فرصة صلاح عمر مرموش والكرة اللي في العرضة مصطفى محمد ترزيجي فرصتين يعني عمر السلية طبعا وفرصة كانت أيضا محققة يعني قدرت تصنع خمس ست فرص بالفعل كانوا خطر جدا على مرمى كوتيفور ولكن غاب عننا الدقة نتمنى في مباراة غدا الدقة في التزديد تزيد على المرموش عايز أقف عند الأرقام الإحصائية الخاصة بالفرص 9 مقابل 4 والتزديد 20 مقابل 13 ده في رأيي كان أكتر مما أتوقع كمان في المباراة وفقا لللي احنا تكلمنا فيه وده في رأيي أن منتخب مصر يوصل ليه ده كان شيء جاي جدا ترجمة نانسي قنقر